فكر وضيع وشر كامن شنيع يا لهذا القلب المتحجر العاتي ويا لهذه النفس البغيضة سكن المتهم في فكره قابعا يخطط لفعله وكان عليه عازما واختمرت الجريمة في فكره وانطلق نحو هدفه يجمع عدته ويهدد ضحيته لقد أرسل المتهم للمجني عليها رسالة نصية قبل الواقع بثلاثة أشهر تقريبا صرح لها بأنه سيقتلها ذبحا وأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما لقد تخير إرهابها وقتلها معنويا قبل تنفيذ ماديات الجريمة على مرأى ومسمع من الجميع ثم ها هو المتهم يسرد في التحقيقات تباعا بداية تنفيذ مخططه بشرائه لسكين جديد لم يستخدم من قبل واحتفاظه به على حالته بنصل حاد مسنون تركه على حاله في جرابه حتى يساعده في سرعة تنفيذ الجريمة بنصل حاد يحدث النتيجة الإجرامية طعنا وذبحا فور التعدي به يحدث النتيجة الإجرامية طعنا وذبحا فور التعدي به لقد أبان لنا المتهم في التحقيقات أنه اشترى أداة الجريمة قبل الواقعة بأكثر من أسبوع وتخير جامعة المنصورة وأيام الامتحانات مكانا وموعدا للتنفيذ ثم ها هو المتهم يتتبع المجني عليها حتى يتحين الفرصة المناسبة فهل اكتفى المتهم بملاحقتها مرة مرتين كلا بل ثلاث مرات تتبع فيها المجني عليها في الخفاء ثلاث مرات وما زاده الأمر إلا كبرا وخيلاء ثلاث مرات أصابه فيها العجب بفعله وظن فيه ثأرا لأنانيته حتى موعد الامتحان الخامس في الجامعة الذي أنفذ فيه مخططه وهذا ما تأيد من خلال مشاهدة النيابة العامة لكاميرات المراقبة التي رصدت استقلال متهم ذات الحافلة التي استقلتها المجني عليها يوما واقع من مدينة المحلة حتى جامعة المنصورة ليرتكب الجريمة وهنا نكتفي بعرض قالة واحدة من زحام أقواله وتتابع إقراره تؤكد عزمه السابق وقصده الأكيد فقال في التحقيقات أنا كنت مصمم ومسدأت النوصل المنصورة عشان خلص عليها سيد الرئيس الهيئة الموقرة إن الأدلة التي تقدم عرضها لا ينازع النيابة العامة فيها أحد ولا حتى دفاع المتهم الحضر معه ويتبقى الحديث عما يظنه المتهم ودفاعه مخرجا أو ظرفا مخففا لما اقترفه من جريمة ثابتة ثبوتا يقينيا وهو ما ينحصر في أمرين لا ثالث لهما أن المتهم قد أصابته حالة نفسية أو آفة عقلية سلبت إرادته وإدراكه فأصبح غير مسؤول عن فعلته أو أنه كان أسير حالة غضب شديد أغلقت عليه الاختيار وأصبحت مدعاة لتخفيف العقاب عليه بدعوى تأثره بتلك الحالة مثل الزوج الذي يقتل زوجته الخائنة وللنيابة العامة مقدمات في الأمرين للنيابة العامة مقدمات في الأمرين تنتهي إلى نتائج حتمية بأنهما ليس متوافرين في حق المتهم وأنه مستحق لأخصى عقوبة نص عليها القانون فأما عن الأمر الأول وهو إصابته بآفة عقلية أو حالة نفسية سلبته الإدراك والإرادة فمردود عليه بشواهد حصرتها النيابة العامة في النقاط الآتية أولاً لقد كان المتهم من المتقدمين في دراسته كان زملائه يعتمدون عليه في إنهاء الأعمال الدراسية بل ووثق فيه أساتذته في تحصيل الأبحاث العلمية منهم وهو ما يقطع بسلامة عقله وفكره ثانياً أن المتهم في حصاره للمجنية عليها قد استخدم أساليب متعددة منها أنه قد تفتق ذهنه إلى إنشاء حسابات مزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة أكثر من مرة استطاع بها تجاوز الحظر الذي كانت تحاول المجنية عليها حماية نفسها به منه بل واستطاع بتلك الحسابات وهذه الأساليب أن ينفذ إلى أصدقائها المقربين ليصل إليها وهي جميعها محاولات وأساليب تقطع أيضاً بسلامة قواه العقلية والنفسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر